أكدت مصر تقديرها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وصفة إياها بالخطوة الهمة وتعليقا على إعلان استئناف العلاقات بين الرياض وطهران قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصر تثمن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد مثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مفاهيم حصن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما أكد متحدث الرئاسة تطلع مصر إلى أن يكون لهذا التطور مردودا إيجابيا إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة بما يعز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها